بين هذه المزارع والحقول ببلدية ابن مراد ولاية البوليدة يقع حي كريتلي حي شهد فاجعة تحطم طائرة اليوشين ما خلف استشهاد ركابها المائتين وسبعة وخمسين حي كريتلي المنسي الذي لا يكاد يعرفه غير قاطنيه تحول إلى مزار للمواطنين القادمين من مختلف الولايات للوقوف هنا والترحم على أرواح الشهداء سكان حي كريتلي لم يتعود على هذا الحجم الكبير من الزوار والفضوليين فحيهم الذي كان منسيا صار اليوم عامرا بالحياة إلى حين لا شيء معروف ما جاي كتول على الأبر را ما شيء معروف ما بإذا بعد الحد الثواست على الطيار يطاحت فيها قاوتنا ربي يرحمهم دور غاش يجي ويجي ويجي من كل من لحن وهر النقذة تلمسن بالعباس جاوا 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 شوفوا قاوتنا هنا يا ذو ربي يرحمهم صدمة كبيرة أحدثها تحطم طائرة اليوشين بسكان حي كريتلي إلا أن القدر شاء لهذا الحي المنسي أن يتحول إلى أشهر مكان بالبوليدة والجزائر عامة فهنا استشهد 257 جزائريا من خيرة أبناء الوطن وسيذكر حي كريتلي في كل ذكرى للفاجعة